اشتركوا في القناة وزير الداخلية على استضافة البطولة وهذه البطولة مهمة بالنسبة حق المجتمع لاعبين التنس والفريق المسؤول عن التنظيم قاموا بالواجب وأكثر أنا شخصياً بصفتي رئيس الاتحاد البحريني للتنس حضرت بطولات كثيرة وما شفت تنظيم أفضل من شفته في نادي الضباط هنا في البحرين قاموا بالواجب بالنسبة للحكام والمنشآت رفيع المستوى والترتيبات وهم أشادوا اللاعبين نفسهم عن التنظيم فأشكر الفريق بشكل كامل في وزارة الداخلية اللي قاموا بالواجب وارفعوا سمعة البحرين في تنظيم بطولات مثل هالنوع الشيخ عبد العزيز يعني في ختام بطولة ATP تشالنجر للتنس الفردي اليوم يعني كيف تقيم مستوى اللاعبين ومستوى التنظيم أما بالنسبة لك بطولة اليوم ختام البطولة المباراة الفردية عندنا مفاجأة والمفاجأة أنه طلع اللاعب الأردني العربي إلى النهائي فإحنا نفتخر أنه يوصل عربي في بطولة مهمة تشالنجر ATP مع أفضل اللاعبين في العالم قاعد ينافس أسترالي كوكيناكيس اللي هو كان يلعب في الأستراليان جران سلام هي الجران سلام تعتبر من أقوى البطولات في العالم فإن شاء الله الفوز للعربي الأردني عبدالله شلباية وإذا حتى ما فاز إنه يوصل للنهائي وفي البحرين بالنسبة له شيء كبير فإن شاء الله البحرين هي فتحت خير عليه وأكيد ما وصل لقدمت الوزارة والفريق التنظيمي كل الاحتياجات اللي كان يحتاجها إنه يرتاح فيها البطولة فانتمنى له بالتوفيق شكرا الشيخ عبدالعزيز بن مبارك أهل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس شكرا جزيلا لك